بسم الله الرحمن الرحيم ازيك اولاد اخباركو ايه? اه هنعمل مع بعد اولاد فيديو كده نعمل في ريفيجن على الشاست اكس راي والفيديو ده اجزام اوريانتد يخليك ازاي ان شاء الله ويعرفك ازاي بازدن يا رب بتقدر تقفل اللاجنة بتاعة الراديولوجي في الكريم كالشاست تمام? الاول لازم انت عارف ان في لاجنة الشاست اكس راي انا مش بروح اشخص على طول يعني ما جبلكش صورة زي دي كده تقوم انت اقل لك دباجة لازم تتقال وفي ايتم زي كده لازم تتقال يتقال كل ايتم عليه درجة. فتعالي نشوف كده ازاي تеру اول حاجة لازم تقول له الدكتور اول ما تشوف تخليل دة حاجة تاني حاجة اللي هيجيلنا دايما في الامتحان يا اولاد ده المنظر يعني الامتحان ده مش هيجيلك في الامتحان ديمني هيجيلك في الامتحان المنظر ده اللي واحد بنعليه يبقى المنظر ده يبقى انا اقول تالت حاجة بعلق عليها ان انا وانا باخد الفيلم ده ولا لا تفضح اعرفها ازاي? ان انا ابص على مع الطبيعي اهو المسافة بين في النحية دي والنحية دي. الناحية دي اد بعض. يعني او اص يعني مثلا على الفيلم ده اهو. ده اهو اهو. اهو اهو. ده اهو اهو. aro ادى وده الميد اليند او ده. فلو المسافة متساوية يبقى البيشانت سنترالاست مش متساوية يبقى البيشانت is not centralized. اللي هيجيلك في الامتحان البيشانت is centralized?, يبقى الي هجيلك في الامتحان Il words identiskaِ البيشانت is centralized. تمام كده? طب رابع حاجة بطريقة متاع الميديا ستاينم يعني ايه الميديا ستاينم يعني ايه اللي هبص عليه اللي هو التراكية والهارط هل هي دوالا شفتت افكرك احنا اخدنا امراض في الشست بتشفت الميديا ستاينم زي باشاami كان بتشفت اللي هو التراكية والهارط وكاد فيه امراض بتشد وتLe Groß aint ومuccنا والكلابس تمام؟ يبقى نعم باحدد البوشرة من تاون wym沒錯 التراكية اللي هو القول الان بتاع الاير بتاع التراكية والتاني حاجة الهارت ان المفروض تلتين القلب ناحية الشمال. هديك مساء مثلا وهنشوف قبسيلا كتابة دلوقتي مع بعض في الصورة دي. ده حالة بلورة الفيوجن. خلاص هنعرفنا ازاي? هقولها كمان شوية. المهم لو انت بصيت هتلاقي ان المفروض التركية شفت التوزاوبزت سايد والقلب يشوف نعظمه الناحية دي. خلاص انت هكنا عارفين بلورة الفيوجن بشفت التركية والمدياستاني متوزا ايه? التوزاوبزت سايد. معده في حالتين كنا قولنا عنهم في النظري. لالقرونيك الفيوجن عشان بقمعها فيبروز ومليجنة الفيوجن عشان انضلان اللين كولابس. ماناش ده دلوقتي بس المهم ده البلورة الفيوجن هو بتلاقي دايما التركية اللي هو والمدياستاني الم اللي هو التركية والهارت شفت التوزاوبزت سايد. تمام كده? ده البوزشة متاع المدياستاني. بعد كده البنتريشن. دايما اللي يجي لك في الامتحان افريج بنتريشن. يعني يا دكتور افريج بنتريشن هو عشان اوضح لك اهو. يعني شوف لو انت بصيت ده الهارت اولاد. لو انت ركست اول هتلاقي فيه يدوبك متشافة من وراء القلب. ده طبيعي. البيض والسواد يعني معقول. تمام? ده اللي يقول عليه وده معناه ان فيه افريج بنتريشن اتعرض لها العيق. لكن بص بقية جاية دي ممكن يطلع معك صوف صوف يعني ابيض بزيادة. واخد بالك فمن كتر ما القلب ابيض انا مش مش هشوف من وراء مش هشوف من وراء الهارت دي يعني ايه مسود بزيادة. فمن كتر ما هسود انا شايف الفنتيبرا الباديس حلوة اوه. من وراء القلب. بس دائما زي ما قلت لك اللي اجي لك في الامتحان ايه? اللي هو الافريج افريج بنتريشن. يبقى لحد الوقتي اهو. بنتشوف البوزشن متاع عشانه هو ممكن زي ما قلنا يجيب لك حالة مسلا بدورة الافيوشن بلاقيه التركيه ومسلا شفت او ممكن نلاقيه مسلا فالبوز والقلبس يبقى التركيه والهارت شفت او زي امسا. الخدت بالك على طول افريج بنتريشن. بعد كده علق على البون كيج. تمام? البون كيج على طول نورمل. خلاص? هو المفهود المعلق ايه يا دكتور على البون كيج? البون كيج ساعد بقى فيه ابنرمالتز زي مسلا فراقش الرب. زي فيه زي مسلا ده اللي هو الاسكليوزيس. عيان عامل ده الواير. واخد بالك. ده ده في حالات بسا ميديانست نوتومي. في حاجة اسمها بس هو مش هيجيب لك في الامتحان ابنرمالتز في البون كيج. فالبون كيج على طول على طول هتقول نورمل. والمفروض ان ما اجي عد الرب. الرب بتبقى زي ما انت شايف كده كيرفد. لكن لو انا بعد من وراء بستيرور بتبقى تمام? هنقورد ده وقت طريقة العدد ان شاء الله. فهتقول له نورمل بون كيج. هتقول له الصوفت تيشو زي مين? زي البرست شادو. واخد بالك. وزي نورمل برضو. نورمل صوفت تيشو. يبقى دايما بيجيب لك يعني اللي هيجي لك في الامتحان. نورمل بون كيج ونورمل صوفت تيشو. بعد كده الضيافرام وده سؤال مهم اقوى. ايه الليفل بتاع الضيافرام? المفروض لو انا بعد من قدام يا ولاد. لو انا بعد الرب من قدام المفروض هو ما بيقط زيكس ريب. لو بعد بستيرور بيقط التين ثي ريب. طب انا عد ازاي? خد بالك بقى عشان انت تفرق معانا. ازاي عد من قدام? وزاي عد من وره. فانا الاول من قدام. من قدام اهو. شو ببقى كرفت كده. اده واحد اهو. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اتقطعت. يبقى كده سبعة اهو. واخبال اهو ستة مقطوعه. تمام? يبقى ده الضيافرام كده في النومة البوزيشن. تمام? قداما بنحب نعد من قدام مش من وره. يبقى ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وصلت. يبقى قطع ثيكس. تمام من قدام. طب لو انا عايز اعد من وره بطلع من فوق شوية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسع عشر اهو اهو. ممكن يحصل اه يطلع لفوق. او ممكن ينزل لتحت. طب يطلع لفوق امتى? لو انا عندي مسلا هنا فيه او مش هلتا عارف? وان الفايبروز والكلابس ما انهم بيشدوا. فلو بيشد الديافرام لفوق فتلاقي ايه? هاي ديافرام. بينما لو انا عندي يعني مسلا واحد عنده انفيزيمة. سي او بي دي. احنا عارفين تعمل انفيزيمة بتعمل ايه? بتكبر بتعمل في اللنق صح كده? فلو انا عندي انفيزيمة هتقوم زقق الديافرام بتاحت بتلاقي ايه? ديافرام. هنشوف دلوقتي كلام كده? يبقى ده مهم الارقام دي لازم تتحفظ عشان اه في حالات الانفيزيمة بيبقالوو فلات ديافرام واخد بالك وفي حالات الفايبروز والكلابس يبقى ايه? عندي هاي هاي ديافرام. تمام? يبقى الاكزامبل لحد دلوقتي خبالك كل انا قلت ده كل حاجة عليها درجة. قلت مسلا لو حتسب بصة عن بقى بس هنقول مسلا سنترال ميديا ستاينة ونوقع ابنورمالتز ديكتت في الصوفت ان ديه الهارد تشوه الوالبون كيتجي يعني والديافرام الديسموس عند النورمال بوزيشن. قم سألك يعني ايه النورمال بوزيشن? هتقول له يا دكتور قط السكس رب انتيلول وقط التنف رب بوستيلول. كل حاجة ما نديع لها بدرجة. بعد كده نخش نعلق على الشست والهارد والابنورمالتز اللي موجودة فيها. تمام? طب ازاي علق بقى على الابنورمالتز? ركز بقى معي. اول حاجة بص عليها ولاد. تمام? تاني حاجة لو في اي اوباستي انا شايفها قلمة اوباستي يعني بياض. تالت حاجة لو فيها هيبر ترانسلوسينس. هيبر ترانسلوسينس ده يعني ايه? يعني سواد بالزيادة. طب واحدة واحدة كده. اول حاجة الكوستو فيرينيك انجل. يا دي. دي اسمها كوستو. دي اسمها كوستو فيرينيك انجل. تمام? المفروض الكوستو فيرينيك انجل تبقى فيها. لو انا تلاقي فيه هومجراس اوباستي وبليتريتزا كوستو فينج انجل. ايه المرضين دول؟ باللورال والهايدرو والهايدرو نيمو ثوراكس. اهو بص. واتعالة ازاي فرق لك بينهم يعني. اول حاجة ده حالة مسلا مايلد وبليلورال افيوشن. هفهمك ازاي نفرق من مايلد وسيفير بليلورال افيوشن في الوقت. بس المهم. ده عندي هومجراس اوباستي وفي الحتة دي مش بتشافي. صح كده? اهو. وهنا برضو هومجراس اوباستي وبليتريتزا كوستو فينجل. هنا برضو الجهة التانية برضو في افرق ازاي بص على الابر بوردر شوف ده الميلد شوف يعني بص كده على الميلد اهو شوف هنا برضو نفس الكلام يبقى انا عندي هنا ايدائي يبقى افرق بين الابر بوردر لو الابر بوردر كونكيف بالمنظر ده كونكيف ابورد كده بدا باللورة لكن كده شوف فلات كده ده واخد بالك يبقى اتفرق ازاي بين اللي اتنين لو الابر بوردر كيرفت بالمنظر ده ده لكن لو الابر بوردر فلات بالمنظر ده ده اللي احنا بنساميه الهايدرو الهايدرو نيومو ثوركس تمام يبقى بص على مفروض في لي لو فيه خدت بالك هتقول لو احدى وبوردر كونكيف وانت شايفه هه لا دكتور ده كونكيف ابر بوردر وده سcasجست باللورة لافحوش لكن لو كان في ال moment بالمنظر ده ياBRU احدürü نيومو فوركس تمام ده اول نقطة طبه النقطة التانية برضو عشانة لو اسألت فيها ازاي افرق البلورة لافحوشن ده مائل دي بلورا لافحوشن ولا مدري دي بلورة لافحوشن ولها مازف بنلورة لافحوشن ان المائلد بلورة لافحوشن تمام? اما تيجي تعد مش واصل للرب الرابع. مش واصل للرب الرابع. وما فيش مدياستانة لشفت. يعني انت بص الصورة دي كده. القلب في الطبيعي والتركية طبيعية خالص. تمام? ما فيش شفت والحتة بسيطة. لو انت عديت اصلا ادى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. مدام ما وصلش الفوق لعند الرابع يبقى ده ميلد باللورال افيوش. لكن تعال هنا. بص ده. ادى واحد اتنين تلاتة اربعة. شفت بيضع الفيوش. انو واصل للرابع. مدام واصل من التاني للرابع ده مدرت باللورال افيوش. طبعا ده مفيش حاجة بين اصلا. خلت بالي. يعني واصل فوق التاني. لو فوق التاني ده ماسف ماسف باللورال افيوش. طب لو جاب لك صورة زي دي يا دكتور. وشوف هنا خب بالك لو انت بصت في دي. هتلاقي القلب شفتت كده شوية. يعني هنا الهارت شفتت لكن التركية لأ. ده في المدرت. لكن هنا تلاقي ايه التركية هيشوف تشوف الارت. اه شوف من الرابع. ما وصلش للرابع. المدرت اتنين اربعة. ماسف وصل لحد السكند ريبو. بتلاقي الهارت وتركيها شفتت تو ده اوبزت سايد. لكن ده الهارت بس هنا مفيش حاجة شفتت تو ده اوبزت سايد. يبقى اول اهو. لو فيه موجنس اوباستي. اوبليتريتزا كوستو فرينيك انجل. ابص على لو كان كيف اوبورد بالمنزر ده يبقى ده باللورال افيوشن. لكن يبدأ ماذ باللورال افيوشن. طبعا باللورال افيوشن دا يعفوك وبتلاقي داهية تركيها شفتت توجيه ايه. الطبع اوبزت سايد. ما هذا لو الحالة دي. كرونيك كرونيك باللورال افيوشن او حالة ماليجنانت باللورال افيوشن. الكرونيك ده عشان خاطر الفايبروزز. وخبلك الماليجنانت عشان ببقى كمية كبيرة ماذا ببقى فيها اندلاينج لانج اللابس. الحالتين دول بتلاقيه باللورة مع الميدياستاينا مشفت التو ده سيم ده سيم سايد. يبقى ده اول حاجة اللي هو الانج اختنى حاجة بقى. لو فيه لانجي اوباستي. هبس ما حاجتين. يعني انت ابو تبص على الفيلم بياض بياض واخد اللانج كلها او جزء جزء من اللانج اللي هو limited limited اوباستي. تبتعان شوف الول لانجي اوباستي. عايز اشخص. ابص على الميدياستاينا. اللي هو التركية والهارت. لو التركية والهارت زي ما انت شايف كده shift to the opposite side ده باللورة الافيوش. ما سيف باللورة الافيوش. يبقى تاني. بياضة هو. في لانج عندك بيضة خالص. واللانجي اوباستي. هبص على الهارت والميدياستاينا. لو الهارت والميدياستايناب shift to the opposite side. يبقى ده باللورة الافيوش. تمام? طب لو shift to the same side زي المنظر ده كده راحة كده. واخد بالك يبقى لانجي فيبروز او كولابس واخد اللانج كلها. طب لو centralized يبقى ده نوموني. بقى لك من الكلام يبقى تاني. لو اللانجي اوباستي ابص على الميدياستاينا. راح للوبزت صايد يبقى ده باللورة الافيوشن. centralized total long neumony. shift to the same side يبقى ده فيبروزس اند كل لابس. تمام كده? يبقى ده اول واحدة. طب تاني حاجة. لو كان limited وباستي. ممكن اول حاجة لوبر واخد لوب زي ما انت شايف هنا وهنا كده. لو لوبر وباستي بالمنظر ده. بصلي برضو على الميدياستاينا. لو الميدياستاينا سنترالايزد لوبر نوموني. يبقى هنا اوباست اهو واخد لوب. ده لوبر وباستي. والميدياستاينا ما له سنترالايزد. لو لوبر وباستي والميدياستاينا سنترالايزد ده حالة نوموني اولاد. بينما لو ايه? لو انت بصيت هنا ده وباستي اه. لكن لو بصيت هتلاقي شفتت شوى للجهة دي. لو شفتت كده يبقى ده لوبر كل لابس. يبقى عيد تاني. يبقى لو لوبر وباستي الميدياستاينم سنترايز نومونيا ما جناش رحنا النومونيا ما قلناش خالص من الميدياستاينم شفتت يبقى هنا لوبر نومونيا بينما لو لوبر كولابس هتلاقيت الميدياستاينم شفتت The same site تمام كده يبقى ده اول حاجة لو كان لوبر وباستي طب تاني حاجة لو كان تريانجولر وباستي انا دخلت لقيت تريانجل او حتة كده وصلت تريانجولر وباستي ابص على البيز بتاعة الوباستي دي لو بالمنظر ده يعني هنا لو انا بارس بالمسلس اهو عامل كده خلاص ايه الحتة العريضة يعني في ده يبقى ايه ده لتيجي بالمونري امبوليزم لو تفكروا انا بشرح البلمونري امبوليزم كنت قلت لك ان هو ممكن يعمل ايه الودج اوباستي خدت بالك فهو هنا اهو يبقى تريانجولر اوباستي البيز بتاعته طور ده بريفري ده بالمونري امبوليزم بينما هنا نومونيك بيج بص يعني هنا مش مسلس اهو عشان ما حسنا ده نطفيني المسلس ده بس لو انت بصيت تتلالي حتة دي اعرض شوية في البياض من اللي هنا دي شوية واخد بالك فلو البيز تورد ده سنتر ده نومونيك بيتش ده نومونيك يبقى ده لو تريانجولر اوباستي يبقى لو البيز في البريفري ده بالمونري امبوليزم البيز في السنتر ده نومونيك بيتش تمام طب لو راوندد اوباستي خد بالك بقى اول حاجة يعني دخلت في حتة وديه على الفترة بتيجي تير جدا راوندد اوباستي اهي تمام لو راوندد اوباستي في الابيكال يعني ده اسمه ايه ابيكال لانج شادو خد بالك دي ما ينفعش شخص يعني ده لها ديفرينشال دايجوز يعني انا اقول للدكتور ان ايه يعني فيه هوموجونس سيركولر تمام يقولك ده ممكن يبقى ايه ده ديفرينشال دايجوز السؤال مهم جدا يبقى لو لقيت راوندد اوباستي في الابيكس بتاع اللانج سؤال مهم ديفرينشال دايجوز ايه بقى ايه الامراض اللي احنا اخدناها ولاد بتيجي في الابيكس بتاع اللانج اول حاجة في تي بي صح والبانكوستيومر والكليبسيلا اللي لها اسمه تاني اسمها الفريدلاندر فريدلاندر نومونيا تمام دول اهم حاجة في بلورة فيكنيك بس اهم حاجات تلاتة دول يبقى راوندد اوباستي في الابيكس بتاع اللانج طب تاني حاجة راوندد اوباستي تحت شوية اهي كوينشيب دايجوز اوباستي في الحتة دي او تبص تلاقي المنظر المنظر ده دوير في البوست لانج اللي بيسموها الكانون بول دي برضو لقى ديفرينشال دايجوز ممكن تبقى تي بي وهتقول لقى دكتر تي بي اشهر حاجة بيلي في الابيكس ماشي بس نزل لتحت شوية عادة ممكن تحصل يعني ممكن تبي ممكن تيومر والتيومر دي ممكن تبقى بناين ادينوما او ممكن تبقى ماليجنانسي برونكوجينيك كارسينوما ممكن تبقى وليسيست زي الهيداتايت سيست او ممكن تبقى نومونيا نومونيك باتش يعني دي برضو لو لقيت المنظر ده يبقى لي ديفرينشال ديوموز لازم لازم يتحفظ تمام طب في بعد كده كافتي ده مهم جدا دي اللي مهمة اوي بتيجي كتير اللي هو كافتي وز في لود ليبل اللي هو اير في لود ليبل اللي هو لانجي ابس بص هنا ده كافتي اهي صح وهتلاحظ الحتة دي مبيضة بشوي فده ايه ده كده ولاد في لود اللي هو البص واللي فوق ده ال اير تمام ده لانجي ابس يبقى هنا هتقول والله فيها دكتور كافتي فورميشن او رينجو اوبازتي وز اير في لود ليبل يبقى الـ caviter religion او long opacity او ring opacity with air fluid level المنظر ده long abs بتقرر كتير جدا 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 في الامتحان وساعت بيجبلك اوضحة على سال بتلاقي الـ obesity طالع حد هنا كده والحتة دي air يبقى ده كده long abs يبقى الـ caviter region with air fluid level طب وداوة air fluid لو قرنتي دي بديه هنا دايرة وهنا دايرة لكن دي كانت شوف الحتة بتاعتها دي فيها حاجة ابيض بزيادة اللي هو الفلود لكن هنا ايه لا دا circular وما فيش فيها في الـ fluid withaward air fluid level اللي withaward air fluid level ده ده ممكن يبقى ايه ممكن يبقى ايه ممكن يبقى ايه ممكن يبقى ممكن ممكن حاجة زي الهداطية واخد بالك اعرف لتاعتها بس هو الاكتر بيجيب لك الايه معاه شباب فيه بقى هو اللي ممكن يجيبه في الصفحة دي انا مش هزيب بستعرف لغير وبين وبينك هو اصلا لو لقيت المنظر ده ده معناه ما بيجيبهاش كتير لان البرونكيكس عشان اتشخص البرونكيكس عشان اتشخص الاوضح بس هو لو جاب لك صورة افطرت بسر جاب لك صورة مليانة زي ما قلت لك ايه كده والله لعنده بشتيك بيزيد معلين انجفورو تبقى ده معاولات يبقى ده ما بيجيبوش بتبقى دهوير كده برضو ساعات تشوف ده ده منظر لو لقيت نقطة بيضة كده بالمنظر ده ده اللي بيسموه الملياري شادو قبلك من ده بيسموه الملياري شادو يعني بتلاقي يسوف اخناها منقطة نقطة بيضة كده وبتيقى موجودة في الناحية دي وموجودة في الناحية دي زي ما انت شايف ده ممكن اللي يعملو خلاص ممكن يعني واحد جاي نتيجة ممكن حاجة اسمها يعني ايه دكتور ده خبالك ريترو جريد سبريد تمام او برونكوجين الكارسنوم ريترو جريد سبريد او ريترو جريد لمفاتيك معلاش تضوف الكلمة دي ريترو جريد لمفاتيك سبريد او برونكوجين الكارسنوم يعني هو الطبيعي لو ده اللانج يا ولاد وهنا فيه مثلا برونكوجين الكارسنوم المفروض دي لمفاتيك سبريد ده اوي فروم زالانج خلت بالك الليمفاتيك سبريد اوي فروم زالانج هنا حصل ايه بقى هنا بعد ما الكنسر بعد كده خلاص ام حصل فبالتالي التيومر انتشرت في كل اللنج ده بيسموه ممكن خلاص فاعرف بتاع الملياري تبيل انه برضه ممكن يجيلك او الملياري شادو عشان ممكن يجيلك في الامتحان تمام الباقي لا ده ما بيجيش في الامتحان ما تعرفوش خلاص الهايلر اوباستي بقى تالت حاجة الهايلر اوباستي زي ما قلتلك المنطقة ده بص المنطقة دي ده اللي بيسموه الهايلر اوباستي بالمنظر ده شايف الحيطة البيض اللي حولينها ال将ج ده اللي هو ايه اللي انا навضحولها كده بالاقتحان واللكانسر with infections ده يعمل انتشار في حاجات بتعمل او بالاقتحان او الباستي اللي هو زي والكانسر ده يعمل يومي اوباي لكن في حاجة لازم تيجي باي خد بالك ودي بيسألوها ساركيدوزيس الساركيدوزيس لازم يجي لك بالمنظر ده ما يجي لكش ابدا بالمنظر ده يبقى الساركيدوزيس خلاص ان هو يجي يونيولاتر لازم يجي لك ببيلاترال معاه شباب يبقى حنا كده خلصنا البياض طب نخش بقى على الهايبر ترانسلوسينس اللي هو سواد بزيادة الهايبر ترانسلوسينس يا اما انفيزيمة يا اما انيومو ثوركس بص ده صورة الانفيزيمة اول حاجة بتاخد بالك منها انفيه سواد بزيادة اه في سواد بزيادة وفيه حتة دي بيسموها الانفيزيمة تسبول لاخد بالك فكرة ما قلت لك ان الهواء بدخل ما بطلعش فلو انا عندي شوية الفولاي بالمنظر ده بحصل ديستراكشن في الول يقوم تفتح على بعض تماملك الانفيزيمة تسبول شف واضح هنا هو الانفيزيمة تسبول بس اول حاجة بتاخد بالك منها القلب هتلاحز ان القلب بعمز يخط في النص كده يبقى ليه بقى لان السواد بتاع الانفيزيمة يمين وشمال غطة على الاباستي بتاعت القلب تمام فده المنظر ده ده اللي احنا بنسميه بصري كده على الديافرام يبقى هنا اما جاوص في الانفيزيمة هنا يبقى تقول له تمام كده مع وفيه كمان هنا انفيزيم تسبول ده شكل الانفيزيمة لكن لو مصت هنا هتلاقي هنا ايه هتقولي يا دخلت ضد الديافرام تحته انا عارف بس هنا في نيوموثوركس لو انت ركست هتلاقي ايه بقى شايف لو ركست قوي اهو شايف ده اللانج اهي وهنا طبعا اللاب يدال اللي هو البرونكوفاسكولار ماركينج وهنا برضو اللاب يدال اللي هو البرونكوفاسكولار ماركينج هنا برضو الجزء ده فيه ده العادية هنا لو انت ركست هتلاقي بقى هنا برونكوفاسكولا هنا ما فيش ولو ركست هتلاقي فيه ايه ضبل كنتور كده يعني ايه ضبل كنتور ده وده الحتة اللي بره ما فيش فيها خالص ده ايه بقى ده خد بالك طب انا عرفت دي زي ده لكن ده سواد سواد وما فيش فيه بيارك مفيش في البرونك وفاسكولار ماركين. يبقى دك واخد بالك وده الاريش جيت بلك يبقى ده اير في البلور اللي هو نيوم وثوركس. طبعا تلاقي التراكية والقلب شفت التو زي ايه? اه او الميليستانة مشفت التو زي اه اوبزت سايت. تمام? ولو فلات دايافرام. يبقى المنزر ده يبقى انا لو لقيت المنزر ده كل هنا برونك وفاسكولار ماركين بالمنزر ده وفيه بقى المونرب لب واضحة كده. والقلب جوه. بالمنزر اتا شايفه ده? ده الحالة الانفزيون. لقيت المنزر ده. والحطة اللي بره في شفا برونك وفاسكولار ماركينج ده نيومو ايه? نيومو ثوركس. معادة كاترة. اه يبقى ده طبعا الحاجات البقية دي كلها عايز اكتقراها بس كاسئلة شافوي لو انت حابب او لو مش حاب يبقى كده زي الفل ان شاء الله. عشان بطالب منك كلمة واحدة يعني. بس زي ما قلتك بتقولي الدايانوز ده في الاخر بعد ما تعد الكلام اللي انا قلت عليه. تمام اولاد? يبقى احنا كده جمعنا الشيست اكسري اوت. ما انتظر فيديو ما خدش نص ساعة. اه وربنا وفاكم ان شاء الله.